الضربة الاستباقية التي حاول المسلحون توجيهها في ريف حلب تصدى لها الجيش السوري الذي فتح معركة إكمال الطوق ويتوجه لفك الحصار عن نبل والزهراء بدأت الجماعات المسلحة هجومها بمحاولة تفجير عربة بي أم بي محملة بأكثر من طنين من المتفجرات تحركت من مخيم حندرات باتجاه المدخل الجنوبي للبلدة الجيش فجرها قبل مئات الأمتار من وصولها إلى مدخل البلدة على أثر الانفجار الذي هزى الريف الشمالي لحلب حاولت الجماعات المسلحة تقدم باتجاه بلدة حندرات بالتزامن مع فتح جبهة مزارع الملاح وتلة المضافة هذه الجبهات لها أهمية استراتيجية فحندرات تعتبر الطريق إلى الريف الشمالي ومدخلا إلى مزارع الملاح إذن هي بوابة فك الحصار عن نبل والزهراء لأنها الطريق الوحيد إلى القرى الواقعة على طريق نبل والزهراء أما الملاح فهي النقطة الأخيرة قبل منطقة الكاستيلو لإحكام التوقي على الأحياء الشرقية لحلب فيما تشرف تلة المضافة على خطوط الإمداد إلى حندرات وباشكوي والملاح كما تشرف على سجن حلب المركزي والمدينة الصناعية والسيطرة عليها تعني السيطرة على طريق الإمداد الجيش السوري استخدم الكتافة النارية لقطع خطوط إمداد المسلحين مستهدفا تجمعاتهم بعشرات الصواريخ من نوع جراد كما استهدف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي مقار المسلحين في محيط حندرات والاملاح وتلة المضافة ما أوقع عددا من القتلى ودمرت آليات المسلحين والجرفات التي استخدمت كسواتر تمكنهم من التقدم تنسيقيات المسلحين اعترفت بمقتل قائد العمليات في حندرات أبو جعفر طعوم أحد القادة البارزين في حركة أحرار الشام موسيقى